صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبرى لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة من جانبها رحبت مصر بنتيجة التصويت معتبرة أن صدوره يعد تكسيدا لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض واعترافا بحقوق الشعب الفلسطيني سنوات تلوى الأخرى وقضية حصول فلسطين على حقوقها المشروع وفي مقدمتها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من أولويات السياسة المصرية وها هي الآن تتكلل ببصيص أمل بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية كبرى لصالح مشروع قرار يمنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة قرار تاريخي رحبت به مصر معتبرة أن صدوره تكسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الإسرائيلية وادعت جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن تمضي قدما نحو اتخاذ هذه الخطوة المفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينية واستكمالا لدعمها الدائم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية خاصة أمام الأمم المتحدة دعت مصر على لسان مندوبها الدائم لدى المنظمة إلى العمل على سرعة إصدارها قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة تشدد مصر أن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ومنها حق تحرير الأراضي الفلسطينية وإنشاء الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية واكتسابها العضوية الدائمة في الأمم المتحدة هي حقوق طبيعية وأساسية غير مشروطة أو مقيدة باعتبرات سياسية ونابعة من التساوي بين البشر في الحقوق ولذا ومع تقديرنا البالغ للقرار الصادر اليوم ندعو كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للعمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في أقرب الأجال 143 دولة صوتت لصالح مشروع قرار هو بالفعل تاريخي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وأوسط مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا وفق مشروع القرار فإن فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من ميثاق المنظمة ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية المنظمة ممثل الدول الأعضاء أدلوا ببعض البيانات خلال الجلسة عللوا فيها تصويتهم على مشروع القرار فتطرقت معظمها إلى أن فلسطين تستحق مكانتها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لاستفائها المعايير وبما يشكل تجسيداً لحق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف في تقرير المصير